اشتركوا في القناة وعارفين البعض بيحاول يعمل تشويه او تشكيك في قدرتنا ان احنا نقدر نعدي بهذا المرض اكيد مصر بلد كبيرة من سبع تلاف سنة حضارة كنا نجوم وكنا عندنا علماء في الطب هندسة الفلك الاحصى على مدار التاريخ مصر عندها ده هو السؤال المهم اللي لازم نسأله للناس انت ليه بيتشكت في قدرة الدولة مع ان احنا كلنا واغلب الناس في هذه البلد وثقى تماما في قدرة الدولة المصرية ان تقدر تعدي تعدي هذا المرض وتعدي محنة كبيرة العالم كله بيمر بيها لكن دائما وابدا هنسألهم شكك اعمل اللي انت عايزه قول اللي انت تقوله لكن احنا كلنا ثقة في حكومة المصرية وفي الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيس اننا هنقدر نعدي باذن الله على مدار التاريخ عندنا علماء كتيرة جدا 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 في كل المجالات العالم شهد لهم شهد لهم بايه؟ بفعلا ان هم علماء أسر العلم بفكرهم بتجاربهم بحاجات كتيرة جدا على سبيل المثال مثلا دكتور الكبير دكتور مجد يعقوب مصري من أرض مصر دكتور كبير العالم كله بيتكلم عليه وعرفه بالاسم الدكتور الكبير عالم القلب الكبير أكيد دكتور إبراهيم سمك برضو مصري من أرض مصر عالم الطاقة الشمسية وهو اللي دخل ألواح الطاقة الشمسية المنزلية في ألمانيا المهندس الكبير هاني عازر المهندس ده هو اللي نفذ محطة برلين وهي محطة برلين تعمل بالطاقة الشمسية كله دول مصريين وكمان دكتور فاروق الباز عمرنا ما نقدر ننساه التاريخ قال كده عالم في وكالة ناسا وعمل إيه؟ ولا يهمك ساعد في التخطيط اللي استكشاف اللي استكشاف الجيولوجي للأمر دكتورنا الكبير أحمد زويل دكتور أحمد زويل اللي العالم كله عارفه عالم كيميائي وكمان حصل على جائزة نوبل في 1999 دكتورة ساميرا موسى أول عالمة زرة مصرية كانت بتأمل أن تسخر الزرة لخير الإنسان وكمان دكتور أو أستاذنا الكبير جمال حمدان جمال حمدان عالم في الجغرافيا أول ما انتنبأ بنهيار الكتلة الشرقية للاتحاد السوفيتي والفعل نهارت نتيجة الزلزال وتم تفتيك الكتلة الشرقية أو الاتحاد السوفيتي معنى كل كل كلامنا ده إن الدولة كمان كل دول علماءنا علماءنا الكبار لكن الدولة دلوقتي على أرض الواقع بتستمر في بحثها العلمية يعني إيه بحثها العلمية؟ علماءنا دكتورتنا مثقفنا دلوقتي مع الدولة المصرية بنحاول زي ما كل العالم بيحاول نطلع علاج لفيروس كورونا بنعمل أبحاث بنعمل أبحاث بنعمل تجارب بنعمل تجارب العالم كله بيشهدين بدا ومصر مش بلد علشان حد يقولها إن هي بلد بالعكس مصر من أكبر دول العالم في العلم وده التاريخ قال كده وأثبت ده زي ما احنا شفنا في الموقع اليوم السابع حاجات جديدة بتطلع اليابان بتطلع عقار من اليابان وموقع اليوم السابع نزل ده وقال فيه إن الفيروس ده يقدر المنتج ده يقدر يقضي على الفيروس في خلال أربع أيام مصر خدت من اليابان الكلام ده وبتدرس مكوناته عشان تدرس إنتاجه الكلام ده موجود موسط على مواقع كثيرة جدا منها كمان روسيا اليوم كل ده اللي احنا حابين نقوله إن مصر ما حدش يقول إن مصر مش قادرة مصر تقدر تقدر على مدار التاريخ تقدر على مدار الحياة تعدي كل ما احنا احنا عمرنا ما كنا دولة على هامش احنا دولة كبيرة دولة كبيرة بقيادتها دولة كبيرة بحكومتها دولة كبيرة بشعبها دولة كبيرة بشعبها وده أهم حاجة إن شعبها فعلا في المحنة دي ملتزم ملتزم التزام كبير جدا فعلا بقى عندنا وعي وعندنا ثقافة والناس النهاردة بقى اللي بينزل من بيته النازل يعمل شغل ويرجع لبيته مرة تانية شيء مهم وشيء جميل شيء إيجابي لنا كلنا وأكيد بنطلب الناس إن ما تتجرش لحاملات التشوية وأي حد عايز يشاول في البلد نقول له رايح إنت إنت ملكش لازمة إحنا قادرين إحنا وثقين لأن مصر كبيرة بشعبها كبيرة بحكومتها كبيرة بقيس دولتها ولازم نشوف صور إيجابية لمصر اللي ما يقولش مصر تقدر لأ مصر تقدر وعندنا صور كتيرة شفناها في مصر لازم نشوفها صور إيه؟ صور مستشفى ميداني 520 فرد بتعمل في 24 ساعة الرئيس طالعا طم من الشعب المصري كله وقال الكلام ده في خطاب مهم جدا قدرنا نقف هي دي مصر اللي قدامنا دي هي دي مصر هي دي مصر هي دي رجالة مصر اللي قادرة تشير الحمل اللي قادرة تشير حمل مهم جدا في وقت صعب جدا العالم كله بالمناسبة مصر النهاردة هي اللي بتصدر للعالم كله المواد الغذائية شيء مهم شيء إيجابي زي ما احنا شايفين قدامنا عربيات إسعار مصر هي فعلا اللي بتقود للعالم في موضوع في الغذائي ما شاء الله ده بتاعها بالمصري قدامنا دكاترة مصر هي في الصورة هي دي مصر هي دي مصر الإيجابية هي دي مصر اللي أي حد لو شاكك فيها يبص للصورة دي الدكاترة واقفين التعقيم في كل حتة كل وسائل التعقيم في العالم عندنا كل الأجهزة عندنا هي دي مصر وهتفضل مصر طول مدار التاريخ وهتفضل دولة كبيرة تطير تطير من غير محاق ويا تطير ويا تطير ويا تطير هلمنا ما نكبر نكون زيهم ونطعفش حتى فعز المحن وجلنا اللي طالع هيتطلع لهم نحية بقلوبنا وطازم سلام تغطى البلدنا وكل احترام ننسل روللهم عشان ناس ننام بردحين هنحمل بلدي لأخر الزمان وندي لمصر الأمل والأمان ورّي عدوك وكل اللي خان احنا مين احنا مين المصريين هو عزم هبنا يا ريادة من سنين ابتالي الشاهد ما عارف نحنا الكامين الغرب ناري كله مهاجمين سالمين المصريين عدو ألف ما احنا حولوها الانتصار نسعيها عالفلات نصحيا للتغار وستعيها حد فيه كيفا للتغار اشتركوا في القناة دكاترة في مصري أقل حاجة عمل لها النهاردة ليهم صدقوني فريل إعداد النهاردة في بردانج أقل حاجة كلهم بيدربوا تعظيم سلام للدكاترة المصريين لكل وزارة الصحة بنقاس الدكتورة هالة زايد بنشكرهم تعبنين هم صهرانين وإحنا نايمين في بيوتنا عشان خاطر يحموا البلد وفعلا كل مرة هنوجه التحية لكل الدكاترة وكل القطاع الصحي وكل القطاع من ممردين من عاملين في هذا القطاع بنوجه لهم التحية لأن فعلا هم صهرانين وتعبنين وإحنا كلنا مسترحين في بيوتنا نتمنى إن شاء الله البلد تعبر عبور بإذن الله مع كل القيادة في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإذن الله هنعدي وهنعدي محنة كبيرة لأن مصر طول عمرها بتعدي محنة كبيرة جدا على مدار التاريخ خلينا نروح لأخبارنا وأول خبر معنا الدكتور أشرف صبحي بيدي 3.3 من 10 مليون جنيه مكافآت لاتحادات اليد والمصارعة والتايكوندو وكمان لبعض أنديت السعيد في مصر بيديهم مكافآت بيدي اتحاد اليد مكافآت عشان متخب القومي كرة اليد فاز ببطولة أفريقيا وكمان المنتخب القومي المصارعة وفوزو والتايكوندو وكمان دعم الاتحاد المصري الفروسية وعدد من أنديت السعيد والوجه البحري بيأتي كل ده في حرص وزارة شباب الرياضة في تقديم كافة أنواع الدعم المادي واللوجستي للأنديت والاتحادات الرياضية وكان الدكتور أشرف صبحي صرح وقال أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم المناسب وفقا للوايح والقوانين والميزانيات المتاحة من أجل تطوير المنظومة الرياضية وقال أن هو دلوقتي الوزارة كمان بتدرس معاه تضرر الأندية الشعبية بمختلف درجاتها بيدرسوا دراسة كاملة علشان يقدروا يطلعوا في الآخر الحاجة اللي تساعد كل الأندية أو كل الرياضيين نجمتنا الكبيرة رحاب جمعة بتنضم لنادي سان جياني الفرنسي لمدة موسم واحد زي ما احنا عارفين رحاب كانت أصغر لعبة مصرية تحترف في الملاعب الأوروبية وكمان مع زميلتها أكيد كابتن مصر وكابتن نادي الألي كابتن مارو عيد وكابتن مارو أكيد كانت بتلعب في نادي نيس رحاب الجمعة كانت بتلعب في نادي سامبر في دوري الدرجة الأورى الفرنسي أكيد كل أمنياتنا طيبة بالتوفيق لريكابتن رحاب جمعة في الخطوة الجديدة وفي نادي محترف بإذن الله تحترف وإذن الله تتقلق زي ما هي متقلقة عمر خالد نجمنا الكبير في ألعاب القوة وناشئ ألعاب القوة بيتصدر التصنيف العالمي ل110 متر حواجز نجمنا 18 سنة موليد 16 ستة 2002 يعني 18 سنة عمر تفوق على لعيبي جمايكا لأنه عارفين جمايكا قوية جدا في الحواجز وقدر التصنيف العالمي من الثاني إلى الرابع كلهم من جمايكا لكن عمر خالد تفوق وده تحت 20 سنة رقمه دلوقتي 13-43 سنية بفارق 8 أجزاء من السنة عن صاحب المركز الثاني نسيب عمر خالد ونروح لنجمنا علي خلاف الله ونجمنا الكبير في السباحة ومه عبد السلام اللي لسا قاعدين في أمريكا كان الأسبوع اللي فات رجع سباحنا 17 سباح المهندس سياسي الإدريس مع التعاون مع وزارة شباب الرياضة بالدكتور أشرف صبحي قدروا يرجعوا 17 سباح لكن مه عبد السلام وعلي خلاف الله استقروا هناك وقالوا أنهم يعني عايزين يعودوا لأنه عندهم فيه مه عندها دراسة وعلي لسا الأمور كلها كان لسا عنده تدريبات لكن قال أنه هو الأمور بتسير معاه بشكل كويس وناشد علي في كلامه كل المصرين يتعاملوا وهو مه عبد السلام لهم يتعاملوا مع الأمور بجدية والتزم بتعليمات الحكومة لأن فعلا الأمور لازم أكيد يعني أمور صعبة جدا في أمريكا لكن هما ما شاء الله هما الاتنين هيطمنونا بنفسهم بعتولنا فيديوهات مولايكي خلينا نطلع نشوفها وترجعونا مرة تانية زيكو عاملين قيم أنا مع عبد السلام لعبة منتخب مصر للغطس وأنا حاليا موجودة في أمريكا ونظرا عدد الحالات الكتيرة اللي احنا منشوها في كل دول العالم وبالذات أمريكا فأنا حابة أطلع طمينكم لنا كويسة الحمد لله ومرتزمة بالتعليمات إن أنا مخرجش خالص من القوضة وطبعا بقية التعليمات اللي احنا بنشوفها لازل أيديم باستمرار وتقوية المناع وطبعا بعمل شوية تمرينات في الحافظ على اليقتي فتمنى طبعا كلك تكونوا مرتزمين بالتعليمات وسبب عدم رجوعي مصر سببه إن أنا حاليا مخلصتش دراسة وعندي مواد كتير قوي بخلصها وتم أضافت ليها مواد برضو بسبب كورونا وكان المطارات كلها مقفولة ومطار مصر مقفول فتم أضافت ليها مواد في السيف كتيرة برضو فإن شاء الله حرجع إن شاء الله على آخر شهر ستة بس أنا أحب أشكر الرئيس وزير الشباب والرياضة وتحدي المصري السباحة برئاسة المهندس السياسي الإدريس على رجوع المصريين والسباحين والرياضيين من أمريكا وإن شاء الله نعادي إن إحنا دي على خير إن شاء الله مساء الخير إزالك كفتن خالد يا أخبارك أنا كان نفس طبعاً موجود معاك النهاردة في الستوديو بس إن شاء الله تتعوض في وقت أحسن أنا أحبت أبعتلك وأطمنك وأطمن كل أهلوية إن أنا الحمد لله كويس أنا دلوقتي في ولاية ألباما والحمد لله الحالات هنا أليلة جداً مش زي كاليفورنيا ومش زي نيويورك فدي حاجة كويسة أنا بس طبعاً أعيز أبعتلك وأطمنك علي إن طبعاً التمرين والحاجات دي كلها تقفلت البولز وكل حامل السباح تقفلت هنا فده أثر على التمرين في الفترة اللي فاتت بس الحمد لله بنا نقدر عليه بنتمرن مع نفسي في البيت وبعمل كل أقدر عليه عشان لما نجي نرجع التمرين نرجع ونتمرن كويس أنا رساس إن الأولمبياد تأهلت لحد السنة الجاية فإن شاء الله الفترة اللي جاية هتكون فترة أحسن وأنا طبعاً أعيز أعجه رسالتي للمصريين وكل الشعب المصري لأنهم يأخذوا الموضوع بجدية كاملة ويتبعوا الحاجات الحكومة بتقولها ويلبسهم مسكات ويعملوا كل الحاجات الحكومة بتقولها عشان ما يعوش في نفس مشكلة أمريكا اللي هي فيها دلوقتي عشان هم استهتروا بالفيروس الأول فطبعاً أثر عليهم بطريقة سلبية فدي حاجة مهمة جداً إن المصريين يعرفوها ويتعلموا منها عشان ما يبقاش فيها نفس المشكلة يتحط فيها زي أمريكا هنا أخيراً أعجز طبعاً أعجز شكري وأعجز أعجز شكري جداً لكل الناس وكل المتابعين اللي هم بعتولي وسلموا علي في الفترة اللي فاتت ويتمنوا علي طبعاً القناة النادي الأهلي والنادي الأهلي نفسه من زمنه هو بيتمن علي فأنا أعجز أشكركم وأشكركم مجلس يقدر على كده أعجز أشكر كابتن ياسر إدريس رئيس الاتحاد السباحة أعجز أشكره شكراً جداً على اللي هو عمله معنا في الفترة اللي فاتت وإن شاء الله نتطمن عليكم دايماً وكننا لازم نتطمن جماهير الأهلي على كابتن مع عبد السلام وكابتن علي خلافالله كان كابتن علي خلافالله عمل حديث لبوابة الكاس نيوز ويتكلم فيها عن حاجات كتيرة جداً وشخر كل الناس وإحنا فعلاً بنقوله ربنا يوفا وهو كابتن مع عبد السلام لأن كمان كابتن مع عبد السلام قعد علشان عندها دراسة هناك لسه بتدرس عندها مؤاد في الصيف ويبتدرسها أونلاين فكل التوفيق وملياتنا ليهم أنهم يرجعوا بألف مليون سلامة أبطالنا الكبار اللي كنا حطين عليهم أمال كبيرة جداً في توكيو وإن شاء الله السنة الجاية في نفس المعاد في دورة أولمبية في توكيو عشرين وواحد وعشرين بإذن الله يقدروا يحققوا بإذن الله يحققوا حاجة لأن كل الشعب مصري مستني الألعاب الفردية في دورة توكيو عشرين وواحد وعشرين لكن رئيس اللجنة المنظمة في دورة توكيو عشرين وواحد وعشرين بيقول إن ممكن أن الدورة ما تعملش كمان في عشرين وواحد وعشرين أكد تشيري موت رئيس التنفيذ الليه الدورة الأولمبية إن هو ما يعرفش ما عندهمش أمل إن الدورة ممكن تقوم في عشرين وواحد وعشرين كل ده حسب تطورات المرض لفيروس كورونا ما عندوش قال كده في مؤتمر صحفي قال فيه إن لا أعتقد إن أي شخص سيكون قادراً على القول ما إذا كان من الممكن السيطرة على ذلك الوباء بحلول يوليو المقبل أم لا وكان الموضوع تأجل للسنة الجديدة لثلاثة وعشرين يوليو لثمن من أغسطس لكن لسنا بالتأكيد برضو أضاف لسنا بالتأكيد في وضع يمكننا من إعطاء إجابة واضحة لقد اتخذنا قراراً بتأجيل المباريات لمدة عام واحد وهذا يعني إن كل ما يمكننا القيام به هو العمل الجاد للتحضير للولمبياد للسنة الجديدة وكمان قال نأمل مخلصين إن نتمكن البشرية في العام المقبل من التغلب على هذه الأزمة وقال إن كان فيه هناك خطط بديلة لكن في الآخر قال بدرم التفكير في الخطط البديلة بلاش نفكر في الخطط البديلة خلينا نبذل كل جهدنا بإذن الله لي أن ينبغي على البشرية أن تجمع كل ما لديها من التكنولوجيا والحكمة للعمل بجد حتى يتمكنوا من تطوير الأدوية واللقاحات لفيروس كورونا نروح لاتحاد السلة المصري بيصرف عشر تلاف جنيه لكل منطقة في الاتحاد المصري بسبب فيروس كورونا الدكتور مجد أبو فريخة قرر هو مجلسه صرف عشر تلاف جنيه لكل منطقة ليه عشان مواد التعقيم والمواد المطلوبة ليه أن المناطق كلها تكون خالية من أي وباء من أي مشكلة كل ده عشان شراء أرضوات نظافة وتعقيم للمناطق اتحاولت الفلوس عن طريق الحسابات البنكية لكل منطقة وكمان أعلن هيفضلوا المعلقين الدوريات كلها مستمرين في تعليق الدوريات عشان قرر الحكومة باستمرار الحظ واستمرار تعليق كل كافة الرياضات وكافة الأمور كلها متعلقة كان مقرر أن يشارك منتخب مصر لكرة السلة الناشئين في بطولة العالم اللي هتقيم من 4 إلى 12 يوليو في بلغاريا لكن اتأجلت البطولة كان مصر كتوقع في المجموعة استراليا مع استراليا وكندا وإيطاليا وكمان اتأجلت كمان قرار كمان ناشئات بطولة العالم ناشئات تقام في رومانيا برضو اتأجلت نفس المعاد بتاعها لسه مستمرين لسه مش عارفين تطورات فيروس كورونا إيه اللي هتأجل اللي جاي في الرياضات لسه مش عارفين خلينا نخرج لنا الناشئات البسكت في النادي الأهلي موليد 2010 عمل فيديو تدريبات في المنزل خلينا نتفرج عليهم وترجعونا مرة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نجباتنا في كرة السلة في الناشئات 2010 موليد 2010 يعني بيعملوا فيديو من البيت علشان وفقرة حوارية مهمة جداً النهاردة معنا هنسيب بناتنا في كرة السلة ونروح لاتحاد التنس اتحاد التنس المصري بيدعم صندوق تكافل او صندوق تبرعات للمدربين الغير قادرين المحتاجين بجد تعظيم سلام اتحاد التنس ما شاء الله حاجة جميلة حاجة جميلة ان اتحاد التنس عارف ان مفيش بطولات وعارف ان في ناس كتيرة جداً شغلها كله التدريب فبيجمع وبيعمل صندوق لهذا الموضوع كابتن الكبير كابتن اسماعيل الشافعي اكيد صاحب بدرة مهمة جداً وفي لكل الرياضيين في مصر ان هما قدروا يعملوا سابورت للمدربين اللي ما عندهمش دخل من الرياضة كتب كده بالزبط وقالوا ان نظر الاحداث الراهنة وتوقف النشاط الرياضي مما يقدر لتضرر المادي لدى بعض المدربين بدأت لجنة المدربين بالاتحاد المصري للتنس اتخاذ اجراءات تطوعية بتوفير مبالغ نقدية من الجهود الذاتية من اسرة التنس المصري لدعم المدربين المتضررين والمسجلين بالاتحاد واعلنت لجنة المدربين انه جاري الان حصر اعداد المدربين واوضحهم الاجتماعية والمالية تمهيداً للتواصل معهم وتخديم المساعدات اللازمة للمحتاجين منهم اكيد ده شيء مهم جداً اكيد الاحساس بالمسئولية من كابتن اسماعيل الشافعي نجبينا الكبير وبطالنا الكبير في عالم التنس وهو ده رئيس الاتحاد اكيد ده شيء مهم جداً ان الناس يقدروا يوفي المدربين المحتاجين في الوقت ده علشان كمان ده جزء مهم جداً مجتمعي مهم جداً بيعملوا اتحاد التنس يتمنى من كل الاتحادات المصرية تقدر تعمل ده تقدر تعمل ده حاجة تطوعية لان السنديق المساهمات والقياس دي كلها بتخش تقدر تدرج تحت قوانين وتشريعات في البلد لكن خلينا نقول ته حاجة تطوعية التطوع ده شيء مهم جداً ان الناس تقدر تعمله لان فعلاً الجزء الرياضي جزء كبير تضرر بسبب ازمة كورونا لكن في الاخر بنقول نتمنى ان كل الاتحادات تقدر تساعد وتقدر تعمل ده لمدربينها هنسيب اتحاد التنس وهنروح لاتحاد التايكوندو واول بطولة عبر السوشيال ميديا البومزة البومزة مبدئياً بتتلعب ممكن تتلعب في البيوت لانها مش حاجة فايت بين اللعبين او اللعبات فاتحاد التايكوندو برئاسة الدكتورة عمر سليم بيقول رئيس الاتحاد البصري للتايكوندو قال ان هو هيعمل بطولة بومزة في شهر ابريل في 20 ابريل علشان يقدر اللعبة تتواصل في الرياضات بدأ اعتمد على الاساليب اللعبة دي واكيد ده شيء مهم جدا وقال ده هيكون عبر تواصل الاجتماعي نظراً للظروف التي تمر بيها البلاد وحفظة باتحاد على استمرار التدريب والمنافسة والتواصل مع اللعبين والمدربين هيتم نشر شروط كاملة البطولة دي قريباً جدا لكن احنا اكيد لازم ننوه عليها لإعطاء المدربين واللعبين اطول فترة ممكنة عشان يقدروا يستعدوا لهذه البطولة وكمان هيتم الاعلان عن البطولة دي تباعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكمان عبر القنوات اكيد كلها وده شيء مهم هيقوم النقبة من الحكام المصريين الدوليين والمحليين في البومزة بالتحكيم تحت الاشراف البشر للجنة الحكام المصرية كما سيمنح الاتحاد كل من اللاعبين والانديال فائزة شهادات معتمدة من الاتحاد نشكر كابتن عمر سليم رئيس الاتحاد المصري لالتيكوندو هيق بطولة مصر الاولى عبر الانترنت بداية من عشرين لعشرين ابريل بازن الله للمراحل السنية من اربعتاشر لسبعتاشر سنة مشكلة في امريكا وكندا مشكلة في امريكا وكندا لو عادت الرياضة هتعود شراء التذاكر بنفس القيمة الشرائية اللي هي موجودة عليها ولا ده عربة كندا تقرير نشرته جلوبال نيوز تساؤلات عديدة حاول رجوع الرياضة مرة تانية الى الحياة ده اكيد كلنا بنتمناه لكن هل اسعار التذاكر هترجع مرة تانية بنفس الاسلوب 1500 دولار وتسعمية دولار لان اغلب كندا وامريكا دلوقتي بيعتمدوا الفلوس كلها بتعتمد على المعيشة دفع فلوس المعيشة هل لو رجعت مرة تانية هل التذاكر هترجع لنفس التمن ولا هتقل اعتقد الكلام ده هيقل ده وجهة نظري هما بيقولون اكيد جواه التقرير بيقولون ان شركات كثيرة جدا دلوقتي بتقترض بالبنوك علشان تقدر تتعايش مع الواقع ده فاكيد الشركات دي مش تقدر تعلم مرة تانية في الدوريات دي فاكيد حكم الرعاية هيقل او ارقام الرعاية هتقل فاكيد بالتالي ارقام التذاكر نفسها هتنزل انا مع الرأي ده ان فعلا ارقام التذاكر هتنزل مش هتزيد مش هتطلع لان احنا بعد الخروج من هذه الازمة هتبقى الامور صعبة جدا بالذات ان اغلب الشركات في العالم اقترضت بالبنوك اقترضت عشان تقدر تقبض موظفينها لان الحياة مش مستمرة بالشكل الثالث زي قبل كده واكيد الشركات دي كلها معتمدة على الدعاية ومعتمدة على القوة الشرائية واكيد القوة الشرائية قلت في العالم لكل الاجزاء الترفيهية وكل القوة الشرائية موجهة ناحية الاغزية وده شيء اكيد العالم لازم الموضوع هيتغير وناس كتيرا بتقول ان العالم قبل كورونا غير العالم بعد كورونا ده اللي هنشوفه في الايام القادمة بازن الا الرماية مباراة تعرضية مباراة تعرضية وجهه دخلها لخمستاشر الف خمستاشر الف عفوا انده وجهه آآ دخلها للكوادر الطبية الموضوع دي استعرضية على الانترنت خلي بالكو كلها مبارات تخيولية على الانترنت وجمعت خمستاشر الف سترليني بين بطالين كبار جدا في العالم زي ما احنا شايفين قدامنا الهولندي ريموند فان والانجليزي فيل تيلور ابطال العالم في رماية السابقين دول كبار جدا ريموند عنده 52 سنة وتيلور عنده 59 سنة بالرغم المسافة بينهم 350 ميل بالهولندا وانجلترا لكن ساهمه مساهمة فعالة في مواجهة تحدي كورونا خاصة ان مباراة قيمة على شبكة الانترنت تم تقصصها للكوادر الطبية والمستشفيات لمواجهة ازمة كورونا وريموند فان بيصرح وبيقول ساعدتوا بتلك المباراة خاصة انها اقيمت لغرض تقديم مساعدة لمواجهة كورونا وطالب من مشاهدي من الجميع الاستمرار في الجلوس في المنزل والبقاء في المنزل لحد من تشار الفيروس وتيلور صاحب 59 سنة قال ان مش مهم مين فاز في هذه المباراة لكن المهم ان احنا قدرنا نساعد وندي دعم للكوادر الطبية في البلاد اللي بيخوموا بعمل بطولي رائع كلنا في العالم كله بيدي فعلا الكوادر الطبية بتقوم بعمل بطولي ورائع مش خايبين المرض ولا خايفين اي شيء خلينا نسيب المباراة الافتراضية في الرماية ونروح لبطولة مدريد الافتراضية للتنس كلها ببطولات افتراضية كل عالم عايز يواجه الرياضة او بيوجه الدعم للرياضة يعني بيروح للرياضة عشان يواجه الدعم للكوادر الطبية اندي موري نجميلة الكبيرة في عالم التنس قرر مشاركة مع انجلي كريب ولوكاس بول وكارل سويزر ومدول كلهم اكدوا ان هم يشاركوا في بطولة مدريد المفتوحة الافتراضية للتقام عبر الانترنت من 27-30 من الشهر الجاري الاعلان ده يجي بعد 3 يام من قرار منظمي هذا الحدث باقامة البطولة بطريقة افتراضية يقوم من خلالها اللاعبون بتغيير المدار من خلال جهاز الالعاب بعد الغاء البطولة الرئيسية بسبب انتشار فيروس كورونا واستكشف اللجنة المنظمة لاحقا عن بقية المشاركين وعن اخر مستجداد بالنسبة لهذه البطولة هنستمر مع كرة السلة هنسيب التنس ونروح لكرة السلة ووقعت نصب في كرة السلة الاف المشجعين في كرة السلة في استراليا كان في مباراقة كبيرة جدا بين منتخب الاسترالي والمنتخب الامريكاني بقيادة نجوم المنتخب الامريكي لبرون جيمس وكيفن دورنات وبول جورج وغيرهم كثيرا جدا كانوا هيكون موجودين في هذه المباراة اغسطس الماضي اغسطس الماضي لكن المباراة اتعاملت ومباراة دا حضارها خمسين الف متفاركة قيمة الزاكر من 1500 دولار و4000 دولار و900 دولار لكن الموضوع حصل فيه نصب بمعنى ان اللعيبة بتاعت منتخب امريكا ما راحتش هذه المباراة كمان اللي اتنصب عليهم كان الممثل امريكي الشهير راسل كور وصاحب الجنسية الاسترالية واللي كان غرد وقتها وقال وعبر عن غضبه الشديد المباراة جمعت خمسة مليون دولار كانت رقم كبير جدا لكن في الآخر بعد تعرضوا بالنصب قدروا يستردوا مرة تانية فلوسهم وقدروا في محكمة والقانون بياخد مجراء وقدروا ترجع الفلوس مرة تانية لاصحبها رسميا وده اخر خبر معنا رسميا الغاء منافسات دوري كورة السلة الايطالي اتقرر بصفة نهائية اتحاد الايطالي لكورة السلة انهاء موسم دوري الدرجة الاولى بسبب تفاشي فيروس كورونا اكيد عارفين ايطاليا عندها حالات كثيرة جدا فاتلغى اتلغى ده بعد يوم واحد من الغاء الدوري لكورة الطيرة الايطالي برضو وكمان دوري رجبي كتأول المسابقة اتعرضت للالغاء في الدوري الايطالي خلينا كده بخلصنا اخبارنا لكن ما خلصتش حلقتنا لكن خلينا نخرج لتقرير عن زاوي الهمم وكمان نجمنا في التنس طولة في النادي الاهلي بيعملوا ايه في بيوتهم في الوقت ده خلينا نروح لهذا التقرير وترجعون لنا عشان نستقبل دكتور محمد شوقي رئيس جهاز العلاج الطبيعي في الانتحاد المصري اللي كنت لدي عشان نتكلم معاه عن حاجات كثيرة جدا بتهم اللاعبين عن ازاي يتمرانوا ازاي اللاعبات تخرج من الحالات النفسية اللي يوم موجودين فيها روح لهذا التقرير ونستقبل ضفنة الكبير ترجمة نانسي قنقر 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 اهلا بكم في اخر فقرة لنا النهاردة في برنامج العب الصلاة وفقرة حوارية مهمة جدا مع دكتور كبير فعلا دكتور كبير عاشر خبرات كثيرة جدا وبذات في اسبانيا قعد مع دكتور برشرونا لبدة خمس ست سنوات بيعشروا تماما عارف كل حاجة لكن خلينا النهاردة هنفتح معاك جوانب النفسية والاعدادية والبدنية لكل اللي عابين النهاردة في بيوتهم يقدروا يعملوا ايه خلينا نرحب بدكتور محمد شوقي رئيس الجهاز العلاج الطبيعي للاتحاد المصري لكرة اليد مساء الخير يا دكتور محمد نسى نورك ابنة ثالثة اكبر نورة نورك فان جاي في وقت وظروف صعبة والبلد كلها وازمة كورونا والعالم وي 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 شايفها ازاي دكتور الازمة بتعدي على العالم دي؟ شايفها فرصة لان الناس تفكر بإيجابية شوي يعني احنا كان بقالنا كتير بالنسبة حتى للراضيين ان هو عايز يريح مواسم متلحمة بعض ممكن تلاقي في حد رياضي بقاله عشر اتنشر سنة ما بياخدش اي فترة راحة فهي فترة راحة اجبارية بس لازم يفكر فيها بإيجابية لو فكر فيها بإيجابية هيبقى الموضوع مختلف تنا يعني شعوري بان انت قلت ان دي فترة إيجابية دي حاجة كويسة جدا بإزبالك الحمد لله تابعت تأجيل الأولمبيات ازاي؟ الشكل اللي حصل أجل الأولمبيات سنة والناس كان بتستعد وفجأة انقطع وهنأجل كمان سنة بصحرك الولمبيات احنا كنا متابعينها يعني الأحداث يعني تغيرت كان كل يوم تقريبا من الصبح البلد بيتغير الأحداث تمام احنا كنا متابعين جدا التغير في الأحداث وبنحاول نواكبه لان احنا على طول نشتغل بخطط قصرة المدى وخطط طويط المدى فكان لازم ان احنا على طول نواكب الأحداث اللي بتحصل فالحقيقة احنا كنا حاسين ان موضوع الأولمبيات هتتأجل ان كل شوية بيطلع تصريح ان في منتخبات وفي دول مش تبعث البعثات بتاعتها وتومس باخ كان بيطلع يأكد يقول لا ممكن تبقى في معادها يطلع رئيس وزراء اليابان يقول لا هتتأجل فيعني احنا كنا حاسين ان هي ممكن في طريقها للتأجيل وده حصل يعني لازم نتعامل مع الوضع اللي حصل التعامل مع الوضع بالنسبة للدكتور حاجة وبالنسبة اللي عابين حاجة تانية اللي عابين كنت بتاعت احمال بدل تطلع لان احنا نهاردة شهر تلاتة اكيد الحمل بيطلع واكيد حاجة هتشرح لها ده وفجأة بينقطع ده واللعيب بيخش في مراحل نفسية مختلفة وبيضيق لللعيبك انت عارف صفر رايح جاي تدريبات في عنف حاجات كتيرة جدا اتغيرت اللعيب يقدر يواجه المشاكل دي سهي طبعا بالنسبة لللعيب حاجة صعبة جدا التوتر اللي حصل بعد الازمة بتاع كوفيد 19 بتأثر على اللعيب وبيقولون التوتر اصلا ده هو الحاجة الاساسية لكل المشاكل النفسية اللي ممكن تحصل فاللعيب حصل له توتر جامد توتر لحاجتين اول حاجة ان هو بيبقى خايف من هو ممكن ما يرجعش للليبل بتاع الفاتنس او اليقى البدانية اللي كان وصله واللي هو اللي طلع بيه جامد جدا كان قبل الانباد با 4 شهور والحاجة التانية ان هو بيبقى الان هو مش عارف بكرة في ايه يعني الفيروس هو مش فاهم طبيعته اول مرة يتعرض لحاجة زي كده في حياته فمش عارف يبقى فهو بيتعرض لضغوط نفسية من الحاجتين فلاس بقى بعد كده ممكن نبقى نواحي بقى ان هي بتأثر على ان هو اللعبة اللي بيحبها او الحاجة اللي هو بيشارك فيها ضغوط مادية وتبقى كل دي بتأثر عليه بطريقة او باخرة فطبعا هو الدور ان هو لازم يعني يفكر فيها بحاجة ايجابية خلاص هو زي ما احنا بقول احنا كنا عطول بنتكلم في ان انا انا عايزة رايح انا انا في استرس جامد فاللي هيفكر فيها بالجزء ده ويبتدي يطلع منها وان هي فترة انه يقعد مع عيلته ويقعد يمارس حاجات ما كانش قادر يمارسها لان احنا الضغوط النفسية اللي بتعرض لها الرياضي يعني بالذات الرياضي الوليمبي عنيفة عنيفة جدا بيفضل على طول في تركيز مستمر في تدريب مستمر حياته والشخصية تقريبا بتتوقف قبل الوليمبيكس ما بيشوفش عيلته ما بيدرش يمارس حياته الطبيعية فهو بيقى في فرصة لي ان هو بالعكس ستيب باك كده وبعدين يرجع خطوة الورى ويبتدي ينظم حياته تاني يبتدي ينظم حياته تاني مع الاحمال اللي كان بياخدها التدريبية جام وجري وي 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 وفجأة العضلات دي كلها بتعمل سيستم دون تمام يتواكب مع دازد دي يا دكتور بصحرك هو 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 احنا في الازمة اللي احنا فيها اه اللي هينجح ان هو يعديها باياقة بدنية عالية وبان هو يكون واقف على رجليه وما ينزلش ليقطوب بدنية هيفرق جدا جدا الفترة الجاية عن الفرق التاني فهو الفريق اللي بينجح في ان هو يلم نفسه في الفترة دي وفيه حاجات كتيرة جدا فيها مثلة كتيرة جدا يعني علمية بدأوا يعملوها على سبيل المثال مثلا فرقة السيدات مثلا بتاع برشلونة اشتغلوا على ان هم يعملوا التمرين بتاعهم في نفس الوقت اللي كانوا بيعملوا مثلا التمرين صباحي من تسعة الاثنين هم كلهم متجمعين على جروب واتساب الدكتور المدرب الأخصائي التغذية أخصائي العلاج كل حاجة متجمعين في الفترة دي فبالتالي وبياخدوا تمرينات معينة بيمرسوها في البيت وكل واحد دي يعني بيعملوا تالورينج للتمرينات يعني يعني تنسيق أو تثبيت بس لكل واحد التمرين بيبقى هو على حسب هو محتاج ايه منه يعني كل مركز مختلف أو تبقى نصيح الدكتور محمد شاوي النهاردة للمدربين يبتدي يعملوا جروب ويشتغلوا مع اللعبة بتاعتهم وتستمر الحياة داخل البيوت بنفس اسلوب التدريب اللي كانوا بيتبرنوا بيه ما عدا الجماعيات اللي كانوا بيقولون طبعا طبعا ده شيء مهم جدا طبعا مهم جدا وفي نفس الوقت هو خلاص بيعمل كونتاكت بيعمل تواصل مع الجهاز بتاعه في كل حاجة هو عايزها في طريقة الاستشفاء في طريقة التمرين في الحمل البدني نتكلم مثلا لو على العيب كورو مثلا هو بيلعب ماتش أو ماتشين في الأسبوع على حسب لو في بطولات قرية أو كده ففي الماتشين هو خلاص بيليه تمرينتين تقيلة جدا في وسط الأسبوع فلازم يعملهم ويبقى بيقاليه يوم راح مثلا الفرق الأوروبية بتعمل كده خلاص هو بيعمل التمرين بتاعته في البيت أو في الجاردن بتاعته أو بيجري في الشارع مثلا على أرض ما تكونش في ناشفة يعني في جنينة ويسيب مسافة التباعد الاجتماعي اللي هي مثلا بنتكلم من متر ونصف لتلاتة متر بييد عن اللي جنبه وبيرجع بيخسل إيده فبيقدر إن هو يكون موجود ومحافظ على المستوى اللي قد بدنيا بتاعته في مصر والبلاد العربية اللي عيب اتجه إلى الأكل الغزاء بدأ عارف أنت إيه يعني ما كانت بيأكل ففجأة أمداخل على كل الأكل بطريقة كبيرة جدا تقول إيه الموضوع شاكله إزاي نقول لهم إيه يأكلوا إزاي يشتغلوا إزاي على الأموضوع والأكل ده بذات بص زي ما قلت حالك في الأول إن هو اللعيب اللي هيحافظ على نفسه وهيرجع للمستويات بتاعته اللي قبل ما هيحصل التوقف ده هو اللعيب اللي هيقدر يرجع بسرعة وهيقدر ينافس بسرعة اللعيب اللي هيصيب نفسه يعني ده حاجة يعني مش احترافية خالص فهو يعني على ده ما يقدر يرجع لأكله المتوازن اللي هو بيأكله يحاول إن التمرين لو إحنا بنتكلم تمرين إندور اللي هو داخل البيوت هيبه مختلف تماما عن التمرين سواء في الصلاة أو سواء في الملعب الخضراء الملعب المفتوحة طبع فالتمرين هيبه مختلف معدل الحرق بتاعه مختلف فلازم هو ياخد باله من الامبوت من الحاجات اللي هو بتدخله من الحاجات اللي بتخرج منه قديه فمهم جدا أنه يحافظ على الأكل المتوازن الغذاء السليم الشرب الميا بصورة كويسة يعني بالعكس المفروض ده وقت أنه يحافظ على نفسه أكتر بكتير ما كان هو محافظ قبل التوقف الميزان مهم جدا داخل البيت لأي رياضي نهاردة طبعا لازم يوزي النفس طبعا إذا كان هو كان مهم قبل التوقف فهو مهم جدا جدا بعد التوقف طب دكتور سؤال بجد يعني النهاردة الأحمال التدريبية بكلم على اللاعبين أحمال التدريبية نعرف حاجة متخصص أو في الحيطة اللي هتكلم فيها دي الأحمال التدريبية اللاعبية العدلات بتبقى في قوة معينة وفجأة بتنزل وبتنزل وبتنزل هل بعد الرجوع مرة تانية هل كم الإصابات ممكن يحلى جدا من نسبة لهذه الرديلين ولا أكيد أكيد الحمل التدريبي برضو حاجة مهمة جدا إن مواكبة الحمل التدريبي وإن إحنا نفضل عاملين كنترولينج عليه بيسموها كنترولينج أوف تريلينج لوت يعني اللي هو مراقبة الحمل التدريبي اللي بيبقى موجود عند اللاعب فيه نوعين من الحمل التدريبي فيه حمل تدريبي مزمن وفيه حمل تدريبي حاد ده مثلا في خلال 28 يوم وده في خلال 7 أيام لو الحمل التدريبي الحاد بقى أزيد من الحمل التدريبي المزمن ده ممكن نخش في مشكلة في الإصابات يبقى high risk of injury يحصل له إصابة بصورة كبيرة فالمهم إن إحنا برضو نوصل لمرحلة إن إحنا منقللش الحمل بتاعنا مرة أحدى ونطلع به مرة أحدى فلما نرجع أكيد كل الفرق هيكون فيها طبعا ناس مهمة جدا متخصصة جدا في الجزء ده هيبتدي يطلع بالحمل التدريبي مرة تانية باللغاية ما يوصل لمرحلة المنافس بس أنا عارف إنه حاكم متخصص جدا في جزئية مهمة جدا هي اللي إنت قبل الإصابة ما تحصل بتحاول تمنحها تمام تقول لهم إيه للدكاترة وتقول للناس كلها إيه بصراحة شديدة ولما اللعيبة ترجع مرة تانية والله هقول إن لازم يكون فيه متابعة متابعة كويسة جدا حتى من دلوقتي طبعا من دلوقتي على الأقل كل يومين كل تلاتة يملة وهو حتى يعني فيه متابعة بتاعت التدريب دي يوميا المتابعة بتاعت الحمل التدريبي بعد من خلص التدريب وعلى الأقل مرة كل أسبوع إن إحنا بنشوف التدريب بتاعنا الحمل بتاعنا وصل لفين هل اللعيب ده يعني اللعيبة بتختلف فيه لعيب اللي يخطر البدنية بتقع بصورة سريعة وفيه لعيب بيفضل محافظ شوية فلازم الحمل يبتدي هو يبقى فيه متابعة من الجهاز الفني مع كل اللعيب إن الحمل بتاعه عامل إيه ما يبقاش يعني طبعا فيه حاجات فيه أجهزة وفيه حاجات مختلفة أجهزة دي لما يكونوا عندنا بزرط غير كده خلص بيقى فيه زي سكيل كده فيه زي حاجة بأسئلة بيقولها للعيب والعيب بيقول بيرد عليها هو ساعتها بيعمل سكور وبيحدد اللعيب ده الليفل بتاعه قدية دي حاجة بسيطة جدا وممكن أي حد يقدر يعملها من خبرتك الرياضة بعد كورونا ممكن تقلب رياضيين كبار كانوا في هذا المجال في أي مجال رياضي ينزلوا يطلعوا رياضيين آخرين ولا يستمر القوة هي نفس القوة على حسب الديسبلان حسب الاحترام بتاع الرياضي للموقف اللي حصل يعني في رضيين كبار جدا بيفضلوا محافظين عن نفسهم في رضيين لا هو بيروح زي محرك بتقول من الأكل وعدم التمرين وخلاص بيبقى فترة راح فده هيبقى صعب جدا ان هو يطلع تاني تتوقع ده يا دكتور تتوقع ان الرياضة تختلف في العالم حتى بصفة عامة مصادر القوة في العالم تختلف بعد كورونا يعني اتوقع على حسب الثقافة شوية بتاعت الشعوب يعني يعني انا شايف ان ان الثقافة الرياضية بالذات يعني احنا حتى في مصر لا احنا الثقافة الديها بلقت الفترة الفاتت بتسعط جدا وبتطلع جدا فانا شايف ان حتى يعني في لعيبة كتير مصريين وده الوقت كان فعلا المهم ان هما يكون ليهم دور في المجتمع يعني كل لعيب هو ليه دور في الفرقة بتاعته وبياخذ من المجتمع مثلا الشهرة والنجومية وال دور الرياضيين انت حابك كده عادي دوقتي رأيك ايه دور الرياضي النهاردة في المجتمع المصري بالاخص دوره ايه ليه دور كبير جدا في المجتمع يعني حاليا يعني هو عامة على طول دور الرياضي ليه دور في المجتمع بس حاليا دوره المفروض يتعظم اكتر ان هو يكون مثل على طول اللعيب هو مثل كل الناس حتى الفئات البسيطة الناس اللي مش رياضية خالص هو بيقعد حياته ان هو شايف اللعيب ده وشايفه رول موديل شايفه مثل اعلى بالنسبة له فهو لازم يكون هو مثل بيوري له ان هو في عز الازمة بيتدرب كويس بيحافظ على صحته بيحافظ على التباعد الاجتماعي بيحافظ على ان هو ليه جزء في ان هو ينشر الطاقة الايجابية في الدولة حاجات بقى التواصل اتخل اجاباتي مهمة جدا في الزمن اللي حنا فيه ده اتخل اجاباتي مهمة جدا طبعا 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 ده دوره شايف ان ده دوره مسيس طبعا دوره مهم جدا 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 لان هو اصلا اللعيب هو صانع البهجة عمتا يا حقيقة فانت دلوقتي ان انت صع فيه البهجة يعني ده وقت فعلا انت محتاج دورك طبعا دورك مؤثر جدا 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 في مختلف المجالات ومختلف طواف الشعب ده شيء مهم جدا عندنا شقين اخدهم من كلام حضرتك الفرق بين الرياضي المصري او العربي خليها في المصري يعني والاجنبي في فرق بينهم في الناحية الجسدية والناحية الزينية كمان في الدور ده دلوقتي شايف الفرق ده ايه بالزبط بصراحة انا شايف يعني بنتكلم في النشأة من الاول الرياضي الاجنبي بيبقى ما عندوش توتر شوية في النشأة الرياضية يعني هو بيلعب في السن الصغير ببقاش عليه ولا ضغطات ان هو لازم يكسب البطولة لازم يحقق البطولة لازم يبقى مستوى عالي لا هو لازم يتعلم اللعبة بتاعته مزبوط بعد كده بنيجي المرحلات المنافسة في الفترة اللي بيكون فيها هو كبر شوية يعني اكتر مضوجا المرحلة دي اه ممكن يتحمل بس وهو صغير لا هو لازم يلعب لازم يتعلم ليه يعني مثلا انا بقول له ايك مثلا بيبقى فيه فيه حد مدرب بيسرخ مثلا في العيب يقول له شوط الكرة مثلا كده ما بيجيبتهاش لجون انا شوط الكرة لا لازم تحطها جون طب انا شوطها بس انا مش عارف احطها جون ازاي هو مش فاهم ممكن يكون الولد نفسه عنده مشكلة في الميكانيكس مثلا بتاعته في التوافق الزهني العصبي بتاعه هو مش عارف يشوطها فبالتالي بس هو المدرب ما وصلوش لمرحلة ان هو يقول له انت لازم تشوطها مثلا بالشكل ده تشوطها مثلا وانت قافل سدرك لقدام شوية علشان خاطر الكرة ما تطلعش الفوق مثلا هو ممكن يكون عنده اسر مثلا في عضلاته مثلا بتاعت الخلفية وعضلات ظهره فبش عارف يعمل الحركة دي فهو مجرد ان هو خدته عملت له اناليسيز للحاجة دي خلاص هاوصل للمشكلة اللي عنده ايه وبالتالي هطلعه ان هو اه خلاص هوا عارف اول ما بيوصل لهنا بيوصل بهدوء وبيشوت بهدوء فبيقدر ان هو يوصل في لفل عالي يقدر يسكور جول او اخدتيني اخدتيني في جزء انا يعني كلامك بصراحة جبني جدا اخدتيني في جزء المهم هو التحليل الفني او التحليل الجسماني لجميع الرياضيين تمام تقول للمدربين ايه اهتموا ليه لان العلم ده شيء مهم جدا طبع طبع تقول للمدربين النهاردة اللي بيزعع ده لان فعلا عندنا في النشأ زعي كتير جدا وكمان وليل قبل سترس طبعا تقول لهم ايه بهدوء كده تقول لهم في وقت كده فاضي يركز في كلمة الحاجة تقول لهم ايه اقول لهم اه قبل كل موسم انت لازم تبقى عارف قدرات اللعيبة بتاعتك ياللي موجود وتحاول ان كل لعيب مختلف تماما عن اللعيب التاني سواء مختلف جسديا او مختلف في طريقة التعامل معاه هقول لهم حركة على حاجة مثلا في دراسة كانت معمولة مثلا بره ان كانوا بيجيبوا الفرق اللي في شامبيونز ليج انا متكلم مثلا عن الكورة وبيشوفوا تعامل المدرب عامل ازاي وطبيعة شخصية المدرب مع نسبة الاصابة في اللعيبة لقوا لقوا ان في نهاية الموسم على عدد كبير من اللعيبة والكلام ده اللي كان بيقوم به الاطباء باستبيان معين تمام لقوا ان المدرب اللي هو بيكون ديمقراطي وبيتعامل مع اللعيبة بسطوب هادي وبيدي بيدي وبيدي بيدي للمساعدين بتوعه مهام وادوار ان هم يقوموا بيها ويقربوا للعيبة بتاعته وينقلوا له الفيدباك من اللعيبة ليه وبيكون فيه برضو اما بياخد القرار بياخده بشورة ما بينه ما بين المدربين ومساعدين بتوعه لقوا ان معدل اصابات في الفرق دي بيقل جدا 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 والعكس صحيح المدرب اللي هو بيكون هو لا هو بياخد القرار لوحده بيزع انا الوحدي انا الصح انا اللي بعمل كلام ده كله معدل اصابة عالي جدا وكلام ده في لفل عالي مش مش باتكلم في فرق يعني صغيرة او فرق هو او كده انا شايف ان لا يعني المدرب دي عنصر مهم جدا في ان هو يقدر يحافظ على نفسية اللعيب برضو في دراسات تانية كان الفرق الفرق مثلا اللي في نص مثلا الدوري في بداية فترة الاعداد والفرق البطل الفرق اللي هي هي داخلها تنافس على الدوري بيلاقوا ان المدرب اللي بيقدر يتعامل مع الفرق المتوسطة اللي في نص ان هو يبتدي في فترة الاعداد ان هو يديهم ماتشاط ما يكونش الحملة التدريبية بتاعها عالي وما يكونش ماتشاط عالية بيخلي الولاد بيدخلوا السيزون ويبتدي ان هما في اول السيزون يكسبوا زي ما بنقول هنا في مصر المكسب بيجي مكسب صح وبيبضلوا ان هو مسلا بيوصل للماتش الخامس بيدمنوا ان هو وصل لان هو هيفضل موجود في ترتيبه في المنطقة الدافئة زي ما بيقوله في وسط الجنب على العكس صحيح الفرق الكبيرة بيبتدي يدخل يقولك انا بدخل واحدة واحدة في الموسم وبطلع بالحمل تدريجي بيبتدي كده بيبتدي ان هو ما بيبزلش مجهود جامد في اول الموسم مع ان هو بيعمل فترة اعداد جامد جدا بس يبتدي يطلع واحدة واحدة لغاية ما يبتدي يوصل في اخر الموسم ان هو وصل في اخر الموسم في لفل بدني عالي وفي نفس الوقت معدل اصاباته قليل وده المهم ده المهم في الموضوع بس انا بس انا هكريبك وروجة نظر مصري يعني هتقول لي استبيان هقولك ميش هعمله اللعيبة لما بتيجي تعملها اي استبيان في مصر بتعلم صح وتعلم غلط والكلام ده ممكن يكون الفيد باك اللي بتجيلك مش تجيلك مضبوطة فاللعابين المفروض يعملوا استبيان عايزك تنصحهم تقول لهم الاستبيانات اللي بيكتبوها دي عاجة شيء مهم جدا تقول لهم ايه هو المهم ان هو يكونوا نفهم الاستبيان ده حقيق ده حقيق المهم ان احنا بنبذل المجهود كبير في ان احنا نفهمه الاستبيان وقيمة الاستبيان ايه وقيمة الاستبيان في ان احنا نفعل الاستبيان ده وهيفدنا في ايه عن مثلا لو احنا بسلا بنتكلم في بحث علمي الاستبيان بتاعك ده هو اللي هيأثر وممكن يغير حقيق كتير قوي واحنا الفكرة ده هيأثر في مستوى شخصيا طبعا طبعا هيأثر في مستوى شخصيا وهيأثر في مستوى فرقته في المستقبل يعني فكرة ان انت كمان مش هنعمل مش بنشتغل على دلوقتي بنشتغل لقدام هاي دي الفكرة اللي موجودة دايما فانا شايف ان هو لازم يكون فيه اهتمام جامل جدا بناحية البحث العلمي مسلا في الفرق بتعمل ده مع منتقب مصر لكرة الياد الحقيقة بتعمله صح طب اللعيبة الفيت باكرة عندك ايه من اللعيبة هاي الجدا النتائج الحمد لله الحمد للعيبة لا يعني في الاول لما جيت عملت استبيان مع اللعيبة كانت بتعلم صحها عطولهم غير اي حاجة ولا عطول فهمتهم وقلتولهم ايه بالزبط لا طبعا لا لازم بيفهم طبعا كل حاجة وكل حاجة بتأثر ازاي بس فحتى من غير استبيان اللعيبة انت احنا بنعمل انا مسلا بعمل لمعدل الاصابات اللي موجودة ايه علشان خاطر احنا الناس كلها بتتكلم على حاجات برامج متخصصة اللي يقايم الاصابات اللي يقايم الاصابات مثلا فيفا مسلا عملت فيفا 11 اللي هو 11 تمرين لازم يتسخنوا بيهم اي فرقة كورة لازم يتسخن بيها دول بيقللوا معدل الاصابات جدا في فرقة الكورة طب احنا المفروض كل الرياضات لازم يكون عندها 11 11 ترينينج او على حسب هو ده هيجي ناين اي حاجة بالزبط ده هيجي من البحث العلمي انا عندي كمية الاصابات ايه مسلا في كورة اليد مسلا عندي اصابات مسلا عن الكتف والرقبة والانكل كتيرة مسلا فلازم هشتغل على للكتف والانكل والرقبة مش هفكر كتير مسلا في الظهر الظهر نسبة الاصابة بتاعتي ولا ايلا فانا لازم اركز في الحاجات الحاجات الكبيرة الاول وبعد كده ابتدى افكر ابص على الحاجات اللي هي متخصصة اوي متخصصة جدا بالزبط هاخدك على كورة اليد وهاخدك على الحتة اللي انت اشتغلت فيها معدل اصابتك ايه في كورة اليد في المنطقة المصر لا الحمد لله انا انا عارف انا جدا انا جدا بمشاء الله خلاص احنا عاديد من دول اه شغالين على الاستبيانات وشغالين على البحث العامل مصبوط اه طبعا طبعا احنا كل من اول بص حارك من فرق الناشئين لغاية الفرق الاول كله بيتعمله برامج اللي قائم لاصابات وكله على حسب المراكز المختلفة بتاعت اللعيبة يعني غير الوينغ غير الباك غير الدايرة غير الخط الخلف غير اي حاجة يعني كل واحد مختلف تماما وكل واحد ليه بتاعه تماما بنبتدي نتعلق يعني الحاجات دي بالذات مع الجيال الصغيرة لان انا بالنسبالي ان مهم ان حرج على حريك السؤال حالتك ايه الفرق ما بين الرياضي الاجنابي والرياضي المصري التنشئة في السن الصغير ان هو و هو صغير هو الرياضي المصري ممكن يكون موهوب جدا كويس بس كل ما بيكبر كل ما بيتاخد من الموهبة دي العكس العكس صحيح برا ان كل ما بيكبر كل ما بتتساقل الموهبة سواء بتتساقل بدنيا او بتتساقل تكتكيا فالفكرة ان هو بيبتدي بيعرف بينشأ في هدوء عارف حريك اللي هو مش في بالزبط يعني مثل احنا ممكن عندنا شوتر مثلا حد رجلي قوي جدا يقولك ده رجلي تقيلة قوي من هو صغير بس تلاقي مثلا شوت شوت راح جاية ضمة حصل فيها مشكلة فشوته ما تبقاش قوي طب هو لو هو الولد ده كان على طول بيعمل تمرينات وقاية من اصابات الضمة وان هو صغير فخلاص هيفضل شوته بالعكس كل تمرينة بتضيف له ان الشوته تقوى ازيد ان الحركة بتاعته بتتغير وتتحسن ازيد احنا عندنا العكس هو لا ممكن بيبقى كويس جدا وصغير بس مع ان ما فيش بحث علمي بصورة كافية عليهم فيبتدي ان خلاص هو بيتمرن كويس وبيتمرن اهم حاجة ان التمرين بيغلص والتمرين البعض منه وتعبرين البعض منه بس بنوصل لمرحلة ان احنا سنة ورا سنة ورا سنة بدلا ما الكرفي بتاعنا بيطلع الكرفي بينزل شيء مهم جدا وهنكمل مع دكتور محمد شاوي لان الموضوع ده بصراحة عجبني اوي يعني ازاي ننقل لعيبتنا من الاصابات ده شيء مهم جدا خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع دكتور محمد شاوي اهلا بيكم مرة تانية في اخر الحوار لنا النهاردة مع دكتور محمد شاوي رئيس الجهاز العلاج الطبيعي بالتحاد المصري لكورة الياد وكنا نتكلم ازاي نقل لعيبتنا من الاصابات وده شيء مهم جدا لان التطور بتاع العيب زي ما دكتور محمد قال قال لو قدر اللعيبها نبعد عن اصابات اللعيب يتطور بشكل مختلف غير اللعيب الاوروبي دكتور محمد لعبتنا او ده كاترتنا تقي ازاي لعبتها بالاصابات عندنا بالاخر عملية بكلم بصراحة شوية فهلوة اللعيب كويس العب اللعيب تعبان رايح نقول لهم ايه نقول لهم المهم ان احنا نعرف الاصابة جات ليه هو دي دي حاجة اهم من احنا نبتدي نعمل اي برنامج او اي حاجة حتى برنامج علاجي او برنامج وقايم الاصابات الاصابة جات ليه ده بيبان معانا اكتر في البرامج اللي احنا بنعملها والاياسات اللي بنعملها قبل الموسم اياسات قبل الموسم انا من نسبالي دي حاجة مهمة جدا 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 لكل الفرق والمراحل السنية النهاية تعملها مش هقول ايه الياسات بس هقول احنا بنعمل ايه قبل الموسم عشان استحاول تستوعب ده بالنسبة لكل دكاترة اللي موجودين ده ان يستمعون تمام قياسات بص هقول احرك حاجة في حاجة مهمة جدا ان يعني كلمة قياسات كلمة كبيرة واما نقول كلمة قياسات معناها ان احنا ايه فيه اجهزة كتيرة وتكلفة كبيرة على الفرق والبودجت ممكن يكون قليل بالنسبة للقياسات اللي هتتعمل انا بقول لا تماما ان كل فرقة على حسب امكانياتها تقدر تعمل قياسات بحاجات بسيطة جدا حلو جدا الكلمة دي بصراحة كل فرقة على قد امكانياتها تعرف تعمل قياسات بالزبط بالزبط فيه اختبارات كتيرة جدا وده اجتهاد المفروض لطاقم الطبي وطاقم التدريبي في كل فرقة ان هو يكون فيه بيختار قياسات معينة ممكن تدينا دلالات ونقدر بيها نفهم طبيعة وتكوين الجهاز الحركي العصبي بالنسبة للعب وفيه قياسات بتبقى يعني اكثر تطورا وده بتبقى اغلى شوية بس احنا ممكن نستعيد عنها بالقياسات التانية لغاية ما تتوفر القياسات الاغلى يعني ما نقفش ده المهم بعد ما نعمل القياسات بتاعتنا لازم نشتغل يبقى كل لعيب متفصله وكلمة متفصله دي مهمة جدا متفصله برنامج مخصوص بيه كل لعب عنده مثلا مشاكل وده ممكن يستفاد بيه جامس جدا دلوقتي في فترة التوقف اللي موجود دلوقتي ان هو ممكن كل لعب يبتدي يشتغل على المناطق اللي فيها مشاكل عنده واللي اكتشفها ممكن يكون بشواء صغير يعني اكتشفه حتى لو هو لعيب كبير اكتشف ان عنده مثلا مشكلة ضعف مثلا في منطقة الوسط فضعف في منطقة الوسط ده مؤثر على رجبته مثلا وبيأثر على السبات بتاع رجبته بيأثر على سباته في الشوطة بيأثر على سباته في انه هو اما يجي مثلا يعمل فنت او تغيير اتجاه فممكن يشتغل على الحاجات دي دلوقتي في الفترة دي تماما جوا البيت جوا البيت صح بطول خفيفة جدا يعني يعني مش لازم اروح عجب دي فيك اللي انت الاقول عندك يعني سهلة دايما بتقدم دكتور كده يقوم لك لأ وعايزين برامج كزا مئة الف دولار عايزين جهاز بشكل فلاني لكن انت بتكلم في حاجات بسيطة جدا يعني لا بص اقول لا حرك حاجة انا 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 يعني اتشرفت ان انا كنت اه مساعد دكتور برشلونة الفترة احنا كنت عايزين دي كانوا عليها بشكل مختلف بس يلا انا اللي اتعلمته حاجة مهمة جدا ان برشلونة هما في كتالونيا يعني عندهم طبعا ميزانية للبحث العلمي كبيرة جدا وميزانية للجهاز الطبي جوا نادي برشلونة يعني مش هادر اقول رقم بس يعني رقم جامد جدا يخد 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 في الحاجة الطبية لان هو بالنسباله هو بيقول لك ان اللعيب مثلا اللعيب اللي بيلعب في الدوري الاوروبي او في دوري الشامس ليجي يعني بيصد تقريبا بيتكلف خمسمائة الف خمسمائة الف يورو شهريا فان انا افقد لعيب لمدة اسبوعين ما يتمرنش مع الفرق او ما يفدنيش يبقى انا بفقد مئتين وخمسين الف يورو ده كده اللي هو ايه يعني فلوس بس مش هكتر من كده فكوني ان انا اصرف على الميزانية الطبية ان انا خلي اللعيب يرجع للملعب في اسرع وقت او ان انا امنع ان اللعيب اصلا يتفقد ان هو يفقد وقت معين من الملعب ده حاجة ان انا انفست فيها وان انا استثمر فيها خلوس كتير طب هكتلك برضو بصراحة عشان استعرف بانفست بارشلونة انفست كام جوه جهاز الطبيب بس انا عايز الرقم عايز اعرف اتنين في المية من الميزانية بارشلونة اتنين في المية من الميزانية بارشلونة اه رقم كبير جدا اه يعني بنتكلم ده اللي مار مسلا اتباع بمتين مليون يورو اه اربعة مليون يورو طبي بس طبي على طول بس رقم كبير جدا جدا بس في الاخر اللعيبة مبتعدش بالزبط يعني اصابات دي بتحصل في لعيب بارشلونة دي واحد في السنة مسلا بالزبط بينزل لكن مش فيش لعيب يقعد بالزبط هو ده المهم المهم ان ان اللعيب حتى في رجوعه للملعب ان هو محصلوش اصابة تاني هو ده المهم في اصابات عندنا متكررة في مصر بصراحة دي دي مشكلة الحاجة الاهم ان انا امنع ان هو يحصل عن طريق التراكينج للعيب التراكينج اللي هو ان انا رائب حركة واداء اللعيب في الملعب ففيه العيب بيوصل للبوينت اللي هي قمة الاداء وان هو بعد كده هيحصل فيلير يحصل له اصابة فده لازم انا امتكلم مع الكوتش مع المدرب ان هو في السكواد اللي هنحطه للمتش اللي جاي العيب ده وصل لقمة الاداء بتاعه في وقت معين واخد وفيه ساينز فيه علامات ودلالات ان هو ممكن يحصل له اصابات فده المتش اللي جاي ممكن ما يبقاش موجود ودي حاجة ممكن احنا نبق احنا عادين من بره بس احنا مش عارفين ايه اللي بحصل في الفرقة يعني ممكن احنا نحل الفرقة او في اي فرقة ان العيب ده ما بدأش المتش والده كان واصل للفورما بتاعته في المتش اللي فات وكان لازم يبدأ المتش ده يعني هو لا هو هو دي بقى ده الفرق ده الفرق وهي دي المهارة في التيمورك في الفريق اه روح الفريق اللي بيشتغل مع بعضه ان الدكتور مع المدرب مع المدير الفني لازم هم كلهم المسؤولين على الفريق ومسؤولين على ان هو التارجل بتاعنا واحد ان احنا نوصل للمتش بدون اصابات ونخرج من المتش من غير اصابات وده تارجل دكتور محمد شاوق ومنتخب مصر كرة اليد خلي بالكم بالمناسبة لازم اقول حاجة مهمة جدا دكتور محمد شاوقي ودكتور خسي دكتور ليفربول الاتنين طلعهم مدرسة واحدة من اسبيتار والاتنين ما شاء الله عليهم مكسب منتخب كرة اليد وليفربول تعلمك واحد من مكان واحد استفدت ايه ناك احياء اسبيتار مدرسة قوية جدا في الطب الرياضي يعني فعلا بنقدر يعني دلوقتي مثلا سامحيك بتقول خسي مثلا كان هو اسبيتار اكس اسبيتار طلع في ليفربول وعملين الناجحات وتطور الهاي واضح جدا واضح انا الحمد لله رجعت مصر وحاولت افيد منتخب كورت اليد والتحال كورت اليد انجازات عظيمة الحمد لله ربعا عامين اعيز اولا حركة كان مساعد بتاعي في اسبيتار كان داني بنيتو ده دلوقتي هو دكتور العلاج الطبيعي في الكورة في برشلونة فريق الاول على تواصل لسه ده برضو قاعدة اربعة خمس سنين في برشلونة برضو على تواصل لسه معهم اه طبعا ودي حاجة مهمة جدا احنا على طول يعني حتى الحالات ممكن مش لازم نقول اسماء بس الحالات نفسها بنتكلم فيها بنتكلم في طرق الاستشفاء عاملة ازاي في طرق العودة سريعا من الاصابات ايه الفكر بتاعهم في ان انا ارجع العيد من الاصابة ان انا اعمل تأهيل بصورة معينة مختلفة لان هقول له احريك حاجة ان النجاح في ان كل فرقة بيبقى ليها طريقة شغلة معينة وبحث علمي خاص بيها ما بيتنشرش وبحث علمي بيتنشر لا فاهمني عليه بحث علمي بيش منشور وبحث علمي منشور يعني في حاجات احنا بنعملها للفرقة دي بتبقى الحاجات الاصرار بتاعنا فاحنا بنعمل حاجات معينة وبحث علمي بس ده احنا بنشتغل عليه كويس فده بيفيدنا في الاداء تمام تمام في بحث علمي احنا بنعمله وخلاص استفادنا منه فبنقدر ننشره بعد كده بقى للناس كلها والبشرية ان هي تستفاد منه فكل اللي احنا بنشوفه بيكون هو ده نتيجة بحث علمي يكون حصل للفرقة والفرقة استفادت منه بدأت تطلعه وفي حاجات تانية لسه هم بيستفادوا منها ولسه دي سكرتس بتاعتهم عشان كده هم يقدروا يكسبوا يعني مثلا هقول له حريك حاجة مثلا برا كل فرقة كبيرة لازم بيكون لها شراكة مع جامعات بحث علمي لازم لازم او هو عامل الفرقة بتاعته التيم بتاعه للبحث العلمي ناس جاي بتشتغل بس كده يعني انت لو قال حريك يعني احنا في الحد فيتحاد اليد الحقيقة بنشتغل شوية كده بس على حسب الامكانيات اللي موجودة كويسا لأ خليني في برشرونا والفريق البحث العلبي عايزك تحكيلي على هذه التجربة عشان الناس تستطيعين من ده بصراحة اوكي اوه اوه في مثلا هم عندهم زي بيقول حريك شراكة مع جامعة معينة وبيبقى كون في طلبة موجودة للأبحاث العلمية اللي بتطلع أبحاثه ويتبتدي يطبقوها على اللعيب كويس جدا مثلا هقول له حريك حاجة من الحاجات الصغيرة اللي نشرينها في التأهيل لقوا ان فيه اتنين لعيب اتنين أنواع من اللعيبة فيه لعيب اندبند بلاير ولعيب ديبند بلاير لعيب مسؤول ده بيكون عنده تكوينه النفسي والوجداني ان هو بيقدر ياخد قرارات سريعة في الملعب ده بيختلف تأهيله تماما عن اللعيب اللي هو ديبند اند اللي هو اللعيب اللي بيسموه اللي هو ايه يعني لعيب قوي ومؤدي وراء يعني مش لازم يكون هو كرياتف مش لازم يكون مش هو الليدر اه مش لازم يكون ممكن يكون الليدر على فكرة ديبند اند مش مشكلة خلصة بس هو مش هو اللي بيولد او بيبتكر اه فالعيب ده في تأهيله بيتغير تماما عن اللعيب التاني بنقدر بنفضل نديره بقى في التأهيل بتاعه مستقبلات حسية خارجية مثلا نغيرله في الالوان نغيرله في الاشكال نغيرله في السرعة بيختلف تماما عن اللعيب الاندبندنت الاندبندنت اللي هو اللعيب الليدر اللي هو كرياتور اللي هو بيقود شوية ليه في الملعب بياخد قرار مثي تانية لما بيرجع ممكن يكون هيبقى ان هو يرجع يتصاب تاني بيبقى موجود فده من خلي بنا منه كويس قوي على ان هو نشتغل على الحتة بتاعة الحاجات الحسية والرؤية كويس في التأهيل بحيث ان هو ميرجع ميحصلوش اصابة تاني اه دي حاجة من من الحاجة ليفربول تطورت ومنتخب مصر كلها تاني تطور بنتائج طبعا بص هيا حركة حاجة كان في فيديو من فترة كده كان مشهور لليفربول ان هما اختاروا محمد صلاح اختاروه على اساس بحث علمي وان هو لعيب بيجرب طريقة معينة وان هما بيعملوا ابحاث علمية للفرق التانية ان هما بيشوفوا مرة كانوا جابوا جون فشافوا ان الفرقة دي لما بيطلع كورنر عندهم اللعيبة ما بتركيش المدة ثانية فكلوب قالوهم لا العبوا الكورة على طول فحطوا جون وكسبوا ولمطش بالجلدة احنا عندنا في اتحاد اليد فيه يعني جندي مجهول او جندي معلوم مش مهندس محمد محمد امام ده بيقوم بالدور ده في ان هو يعمل تحليل للفرق التانية والاداء بتاعت الفرق التانية وتحركات الفرق التانية تمام وده بيأثر معانا كويس جدا وبيفدنا بطريقة يعني كبيرة كبيرة جدا وهو كان خارج الوسط اللي دخلت ما لعبش هاندبول بس خلاص عاش الهاندبول فهم التاكتكس بقى هو اللي بيليد الحتة دي كويس جدا انا شايف ان هو عالم في الحتة دي بجد بجد يعني احنا لو اتعمل علي فيديو هيتعمل علي فيديو زي اللي اتعمل علي فيربول كده بالزبط ودي حقيقة دكتور محمد احنا فين في الموضوع ده في مصر بصراحة اه احنا 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 طلعين انا شايف ان احنا الفترة اللي جاي ان شاء الله انا شايف ان فيه في روح حلوة كده في مصر في الموضوع ده اه ام طبعا احنا يعني فارقين عن اوروبا بكتير بعيد اه بس يعني بدئين بناخد خطة يعني انا شايف ان حتى يعني الفترة اللي فاتت الناس مركزة جدا جدا في الكونسبت ده سيادة الوزير مركز جدا في الكونسبت بتاع البحث العلمي وكل حاجة تدور بطريقة علمية فالحقيقة ان انا شايف ان احنا الفترة الجاي ان شاء الله هنطلع لو قلتلك قول دكاترة في مصر وقل المسؤولين في مصر يروحوا فين ياخدوا دراسات فين او يتعاملوا ازاي تقولهم ايه اقولهم مبدايا يعني يعني الاراية حاجة مهمة جدا ان تبقى عارف ان الكورسز اللي انت ممكن تحتاجها تاخدها ايه خليك متخصص شوية يعني انا اللي شايفه اللي بينقصنا في مصر جدا في الحتة في الدكاترة مثلا او في حتة البدنية التخصص مم وده مهم جدا يعني لازم يكون في عندنا عشرة مسلا بدني للهندبول بس مم عشرة بدني للكورة بس مم مم ما بيعملش حاجة تانية حتى لو جات له الحاجة التانية حتى لو جات له حتى لو حاجة التانية لان هو بالاخر بتبقاش سبوبة مرة كورة مرة هندبول مرة طايرة مرة طايرة مرة تانيس مرة اه لا لان كل رياضة او مثلا في رياضات متشابهة شوية مم يعني مثلا هم الرياضات اللي فيها مثلا بترفع ايدك بتعمل ثروينج الحركة دي مثلا اه الحركة دي انت انت ممكن تبقى التانيس السكواش الهندبول اه مع بعض كل مع بعض فانت ممكن تقدر اه مع فيه موديفيكيشنز فيه تعديلات شوية مم نقدر نشتغل عليها بس ما ينفعش ان انا انا بتكلم مثلا على سكواش زي ما بعمل تأهيل او بعمل تدريب لحد بتاع كورة زي ما هعمل لحد هندبول الموضوع اه لازم يكون فيه تخصص شوية عشان نقدر نتطور نتطور بسرعة يعني يعني دي حاجة مهمة جدا انا شايف التطور العلمي في مصر مش مش موجود بصفة بصفة قوية جدا او بصفة عامة يعني المواهب عندنا مش بتسقل انت قلتلي لازم المواهبة تسقل بالتطور العلمي نقدر نعمل ده ازاي في مصر دي حقيقة دي حقيقة بينقصنا ده بينقصنا ده الحقيقة دي الحقيقة يعني عندنا مواهب زي ما بقوله حرك ان احنا مثلا بيبقى اللعيب وهو زغير المستوى اللي اقل بدن بتاعه عالي جدا الموهبة بتاعته عالية جدا وبابتداء ما يكبر يبتداء تلاقي اللعيب كان زيه اعقل موهبة بكتير عنه برا وبتلاقيه هو بعد كم سنة خمس ست سنين ده بقى في حتة والتاني نزل مستوى جدا الفكرة في حاجة في ان لازم هو اللعيب يكون محاط بكل عوامل النجاح اول حاجة ان اللعيب نفسه لازم يكون هو اللعيب الصغير نغرز جواد طموح لازم يكون عندنا امثلة والمثل ده يكون هو مركز ان انا عايز اوصل ابقى زيه وان انا يعني هارفقت في حياتي هكتير قوي في سبيل ان انا هوصل ابقى زي المثل ده كويس ده مهم ان انا اخد من كل حد يعلمني حاجة يبقى انا بالنسبالي ده هو اكتر حد فاهم في الحتة دي في الوقت ده فده مهم جدا اصقل الخبرات واحدة واحدة اسأل مثلا في التغذية لازم اتغذى التغذية السليمة للرياضي ده كتر التغذية عندنا مش كتير في الوسط الرياضي مش كتير بس بدأت فعلا طبعا ما هو ده بردو هنتكلم في حاجة تانية التخصص يعني كان عندنا الاول ده كتر التغذية ما كانش عندنا تغذية بعد كده بقى فيه ده كتر التغذية بشكل عام الوقت بدأنا ان ده كتر التغذية للرياضيين كويس فبالتالي هنبتدي نركز في الحتة دي فهي الموضوع انا شايف ان احنا في الطريق الصحيحية التفرغ الرياضي للرياضة شيء مهم لان انت عارف مصر رياضي محترف ومشتغل في شركة مشتغل في عمل خاص ورياضيين لازم اتفرغوا الرياضة التفرغ تامي تقول لهم ايه عشان يطلع محترف لايبا صغيرة بالزي هقول له ان انت كل ما بتدي للرياضة رياضة تديلك دي ما فيهاش كلام الحاجة التانية ان انت يعني دلوقتي مثلا في الفرق الكبيرة هو بيدور على حاجتين للرياضي ان ازاي يخليه يعني يبقى فيه ويلنس في الفرقة زائد حابينس يعني اللي هو يكون مستريح وسعيد فانه هو مثلا بيفكره في حاجات صغيرة جدا ان المدرب او المسؤول عن الفريق بيفكر في حاجات صغيرة جدا من اول ان انا رايحة لعب مطش الاقامة بتاعتي في فندق عامل ازاي النوم بتاع العيبتي قبل المطش هيبقى عامل ازاي لأ النوم ما فيش لعيبة يا بردور اتنين هلعبك اللي هو صغير اه ده مهم جدا انا عايز اقول لك حرك ان ان اشوف هنوصل مش نوصل للنوم بنوصل ان احنا بعد المطش مثلا بعد المطش ان احنا ممكن ننام في القتيل علشان خاطر ده افضل اعادة الشفاء بتاع اللعيب احسن من هو يرجع يبات في البيت يوم المطش اه احنا عندنا من خلص المطش ما عايز يطير صح احنا عايز اقول له ان احنا دلوقتي في فيروس كورونا عادين عادنا مع الفاملية كتير اوي وببساطنا مع الفاملية كتير جدا صح فاحنا محتاجين ان احنا يعني يعني نركز في شوية حاجات صغيرة ودي فعلا بتخلي المستوى بتعلق بيطلع بصورة كويسة جدا هو التركيزي ومهم داخل مجال الرياضي مية في المية ده اما حاجات من ضمن الحاجات اللي انا اتعلمتها الحقيقة اه في برشلونا ان تركز مية في المية في الملعب ان انت بتركز مية في المية في التدريب مية في المية برضو في ضمن الدراسات اللي كانوا عاملينها ان ان انت مستوى التركيز بتاعك لما بيقل على طول الاصابة بتيجي على طول على طول فيقول لك على طول ان ان انت المهم ان انت ما توصل لمرحلة التعب البدني تشغل مخك جامد جدا تلعب بمخك حتى يون كرايف بيقولك ان رياضة كرة القدم بتمارس بالمخ اكتر من العضلات فانت فعلا الوقت اللي انت تعبان فيه لازم تشغل مخك اللي كان بعمله حقيقة بزكاء جدا بركات بركات حقيقة تلاقيه في المطش فيه بوزم المطش ما تشوفوش ما تلاهوش فين بركات مش لقينا فهو بيريح شوية علشان خاطر يوصل للشوت التاني ان هو مركز زهنيا على حسب حالته البدنية اللي موجودة فده مهم جدا عشان كده بركات لعيب زكي جدا فهو احنا محتاجين ان لعيباتنا كلها تكون بنفس الزكاء اللي هو يبقى عارف ايه القدرات البدنية بتاعته وايه القدرات الزهنية اللي موجودة عنده لازم يركز جامد جدا عشان كده يقولك على طول تلاقي كل مدربين يقولك اتمرنت كويس يبقى هتلعب كويس ومش هتصاب يعني دي حاجة احنا بناخدها كده من غير علم ومن غير اي حاجة فده فعلا صحيح جدا ان انت لما بتتمرن بتركيز مية في المية بتوصل للمطش ان انت خلاص في الوقت اللي انت تعبان فيه بتبقى مركز مية في المية فبتقدر تصنع الفرق اللي فرقتك وبتقدر تحمي نفسك من الإصالات شيء مهم جدا وكلام مهم جدا لكل الرياضيين دكتور محمد شوي بجد بيمتعنا بالكلام معاه لكن الوقت بيجري معاه بسرعة دكتور احنا بجد الوقت يجري لكن احنا عايزين اهم سؤال عندنا لكل الرياضيين يقدروا يعملوا ايه في هذا الوقت للمجال الرياضي بمعنى يقدر يترياض ازاي داخل بيته او خارج بيته بتنصح ايه بالزبط تمام مبدئيا اول حاجة ان هو لازم يحافظ على المستوى الرياضي او مستوى التدريب اللي كان وصله قبل فترة التوقف دي لو بيتمرن ساعة يتمرن ساعة يتمرن ساعتين ساعتين طبعا 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 يتمرن يوم فترة كبيرة في يوم والفترة التانية بس اللي هيبتبقى بالمطشاط بينزل حمل شوية يعمل نفس السيناريو ده واحد يهتم طبعا يعني اكيد وسائل اعلام في مصر يعني استفاضي كتير جدا في التنبيه على نظافة الايد ومسافات التباعد الاجتماعي وان انت لما هتعتص تحط مراخيرك في كمك يعني في شوية حاجات كده دي خلاص أساسية خلاص أساسية مش محتاجين نتكلم فيها كتير لان عايز بقى يعملوا ايه هل يجروا يعملوا ايه داخل البيت عايز تدريبات داخل البيت بالزبط التدريبات احنا بنتكلم مثلا لو احنا بنتكلم في الجاري او كده احنا كنت بتبزل مثلا رياضة مثلا فيها تدريب مثلا لو نتكلم في كورت القدم او الهندبول او طيفر رياضة انت بتتمرن عدد مثلا دقايق معينة لازم عدد دقايق معينة اللي انت كنت بتتمرنها في الاول او كنت بتمارسها في المطش مثلا لازم تعملها يوميا يوميا ده واحد تجري في الشارع ولا على حسب لو عندك حاجة في البيت طبعا يبقى افضل تريدميل في البيت يبقى افضل لو في الشارع هتجري بس تحاول تجري على ارض ما تكونش نشفة لو انت مثلا بنتكلم في الارض هنقارن ما بين نجيلة مثلا واسفل لا اجري على نجيلة هتبقى خف شوية على المفاصل والاربطة احسن من الاسفل هبتدي لو هجري حتى في البيت هعمل تمرنات على السلم وهنزل احافظ بس هعمل حاجة على التباعد الاجتماعي ما بيني وما بيني اللي جمع بيني حلوة قوي موضوع السلم ده اه طبعا يعني على السلم العمارة حتى ممكن نشتغل حالي طبعا قدر اعمل اعمل بوزن جسمي اعمل بوزن جسم تمرينات لتقوية العضل الامبية تمرينات لتقوية العضل الخلفية اقدر استخدم اساتيك او الحاجات المخاومة اللي بالاساتيك ان انا اعمل بيها كل التمرينات تمرينات للكور للجزء بتاع البطن والدهر ان انا اعمل حاجات كل واحد على حسب رياضته لازم نكون في الرياضة بتاعتي اتوصل مع المدرب بتاعي وابتدي ان انا مفصلش بالعكس حتى لو مدرب بتاعي ما بيتوصلش معايا انا هتوصل معايا انا هعمل ايه لان في الاخر انا المكانة اللي لازم تفضل دايرة على طول طبعا ولو انا فصلت المكانة يعني نعتبر ان الفترة دي الفترة دي هي فترة الرحة السلبية اللي هي ما بين الموسم والموسم التالي دول العيبة المحترفين عايزك نصيحة صغيرة سريعة جدا للعبتنا الصغيرين هو عشر اتناشر سنة يعملوا ايه في البيت بيكسروا البيت كور بتترمي في نجر يعني انت عارف تقول له بايه بتقول لي اولياء الامور ايه برضو عشان الناس تخلي الوادي اللي عبر يغو داخل البندل اقدر اقول له ان هو لازم لازم يعمله اه تمرين اه كل يوم في الوقت اللي كان بيتمرن فيه عشان يفرغ الطاقة بتاعته يعمل تمرين بوزن جسمه بس هو حتى لولاد الصغار احنا حتى ما بنحاولش نحط عليهم احمال عالية في الفترة دي فهو يعني كده كده هو اللي هيعمله في النادي هيعمله في البيت اه اه لو في مكان متوفر ان انت عندك جنينة في البيت او جنب البيت على طول انت ممكن تعمل فيها وترجع على طول بس الحافظ برضو على التباعد الاجتماعي وان انت وانت نازل وانت رايح وانت راجع تحاول انت تبعد على الناس ما تبقاش قريب ليهم اه تعمل تمرينات للمنطقة الكور للمنطقة البطن الضهر تعمل تمرينات لو هو مسلا لعيب كرة يد فيبتدي يشتغل على كتفه عشان كتفه ما يحصلوش مشكلة ويريح ممكن يستخدم الاساتيك ممكن يستخدم الكورة الفيتبول اللي هي الكورة المنفوخة الكبيرة بالتالي يعمل حاجات لضهره يعمل حاجات لبطنه اه كل ده يقدر يعمله داخل المنزل طبعا طبعا يقدر يعمل تمرينات توازن على رجل واحدة يقف على رجل واحدة وثبات على رجل واحدة ورجل التانية يقدر يعمل تمرينات حتى اللي هي التمرينات العقلية بمعنى احنا لو قلنا مثلا قلنا فيه فيه لعيبة زي ما قلنا فيه لعيبة ولعيبة فانت ممكن تحول اللعيب اللي هو مش كرياتف لانه يبقى كرياتف في الفترة دي تدي له مثلا حاجات تساعد ان هو يشغل زكاءه شوية تدي له حاجات ان هو يفكر يشغل اللي هو التفكير الابداعي تفكير اللي هو يحاول انه يتواصل لانه هو يغير طريقة حتى لعبه يعني دي فترة زهبية طريقة لعبه طريقة تفكيره طبعا دي فترة زهبية جدا الولاد الصغار انت تتغير في النشأ بتاعتهم يعني دكتور بجد نورتليه وشرفتلي ربنا خليك الحديث جري بسرعة لكن نعمل عبدا بتكون مشرفته في قناة الاهلي ربنا خليك فعلا الدكتور محمد شاوي شرفنا النهاردة وقال كلام مهم جدا لكل الرياضيين نتمنى انه هو يتعامل نتمنى الرياضيين كلها تركز في الكلام ما الدكتور محمد شاوي قاله وبإذن الله على حلقة جديدة بإذن الله يوم السابتك جاي من ألعاب الصلاة اشتركوا في القناة